أنا كده التغريدة قبل يمكن تسعة سنين قبل حينيقول يمكن أربع سنين كده كده تقول تسعة عشر رزق في الرياض آآ بعضين ساروك تزولوها الناس طيب هذا قديش مقلق لك أنت اليوم لما تشوفك من الجانب الاقتصادي هذا سؤال سياسي طرح نخليه اقتصادي طيب نخليه اقتصادي شوف حجابك 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 جواب وريحك بكل شفافية عندك حلين اتجاهين هذا أنا أتكلم أنا بالنسبة لي طيب من ناحية اقتصادية وكتاجر صغير عندك حلين الحل الأول أنك أنت تشتكي أو تتذمر أو تعترض أو أنه والله تقول والله ليش كده طب المدن الثانية طب التوزع الاقتصادي التوزع الجغرافي المدريش الديمغرافية وتبدأ تتكلم يعني كده بالطريقة هذه اللي هي قد تكون صحيحة قد تكون صحيحة والأغلب الناس صحيحة وقد تكون غلط يعني طيب أو أنك أنت كأي بزنسمان شاطر في العالم تسيبك من الفلسفة والكلام الكثير وتتماشى مع الظروف الموجودة وتمشي حسب طوالين اللعبة الحالية تمام؟ فهذا اللي صار معي أنا أنه أنا قلت خلاص يعني أنا مو شغلي أنا فين توزع الاقتصاد ولا فين يكون التوجه خلاص الآن هذه هي أنت الآن في أرض الميدان هذه هي اللعبة وهذه هي شروطة وقوانينها الآن البسنس في الرياض تبغى تروح ولا تبغى تجلس تشتكي ويتلا طبعا تركب الموجهة وأنت تضحك وتنبسط وتعيش حياتك آخر حلاوة وهذا اللي سوي ناجينا الرياض وتعيش